اشتركوا في القناة كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وروا ابو حميد وابو اسيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل احدكم المسجد فلياكل اللهم افتح لي ابواي برحمتك وروا انس ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صلي على محمد وازواج محمد ومعنى دعاء الدخول على المسجد وفضله ويقصد بقول رسول الله حين استعيذ بالله وبواجهه الكريم بالتوجه إلى الذي يقدم النفع الدائم وتستخدم صفتك قرم بتجاه الشيء ظلم حاسنة كثيرة وواجه الله الكريم الذي ليس كمثله شيء أما سلطان الله القديم فهو قدرته وعظمته وأما دعاء الخروج من المسجد فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العريض من صيغة الأدعية التي كان يكون لها عند خروجه من المسجد نذكر منها ما يأتي فروأ أبو حميد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا خرج فليكل اللهم إني أسألك من فضلك وروأ أبو راي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا خرج فليسلم على النبي وليكل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم وروأت فاطمة بنت رسول الله عن أبيها فقالت إذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي زنوبي وافتح لي أبويا بفضلك ويدعو المسلم بالعصمة من الشيطان عند الخروج من المسجد كونه يعلم أن الشيطان له بالمرصاد ومن الممكن أن يسوقه بعد خروجه إلى المحصية فذلك لكي يحميه الله من الوقوع في وساوسه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعدل ابن آدم بأتركه والشيطان جالس للإنسان في كل طريق إن كان طريق شر زينه له اللي يسير فيه ويستمر في ذلك وإن كان طريق خير حاول تشتيته وتثبيت همته وعزمته ليمنعه منه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته